يلجأ أبناء محافظة الكرك إلى إنشاء حفر انتصاصية للتخلص من المياه العديمة في منازلهم نتيجة عدم توفر شبكات الصرف الصحي في العديد من مناطق المحافظة تفاصيل أوفا في التقرير التالي شكاوى متعددة عبر عنها المواطنون في محافظة الكرك بسبب عدم وجود شبكات للصرف الصحي خاصة في مناطق تشهد كثافة عمرانية ضخمة حيث انتشرت في الآوينة الأخيرة المجمعات السكنية بشكل لافت دون وجود شبكات صرف صحي تخدم هذه المساكن مضطر البعض إلى إنشاء حفر انتصاصية للتخلص من المياه العديمة داخل منازلهم من أول ما نخنقل وإحنا هون ما فيه أي صرف صحي وقضيناها العمر وإحنا بنخاطبها الحكومة وما حد رادي البلدية بتقول لك سلطة المياه والمياه بتقول لك إحنا في عنا مشروع توسعات الجورة في وادي الكرك فإحنا عارفين المشكلة وين مناطق كلها صارت مناطق سكنية وإنه بحاجة علما بأنه في بعض مناطق في محافظة الكرك مثل مؤتي منطقة المشير في منطقة المرج يعني كلها مخدومة في الصرف الصحي بلدية محافظة الكرك أكدت على أنها خاطبت وزارة المياه لحل هذه المشكلة لأكثر من مرة إلا أن سلطة المياه في المحافظة لم تتخذ أي إجراء عملي حتى الآن للأسف لغاية الآن سوى مدينة الكرك صحر المدينة تحديدا وجزء من ضاحية المرج ومؤتا والمزار فقط هناك فيها شبكة صرف صحي هناك وعود مختلفة وقديمة من كبل وزارة المياه منذ عام 2003 بأن المخططات والدراسات جاهزة ولكن للأسف لغاية الآن لم نراها على أرض الميدان وتبقى مشكلة غياب شبكات الصرف الصحي لبعض أحياء مدينة الكرك قضية لها تداعيات بيئية وصحية على المواطنين وذلك إلى حين إيجاد حلول لهذه المشكلة اشتركوا في القناة